يعيش عدد من العائلات القاتنة في سبات الزبيدي بحي الأشراف بالمدينة العتيقة بالقيروان حالة من الرعب خوفا من انهيار منازلهم التي تصدعت وتشققت وأصبحت غير صالحة للسكن نتيجة انهيار أرضي على مستوى خندق قنوات التطهير ورغم قيام بعض المتساكلين بإصلاحات داخل منازلهم لكن عدم وجود تدخل في الفضاء الخارجي أرجع الأمور على ما هي عليه عايشين في رعب وفي خوف وفي مهزلة أي سيح يتعدى من هنا يغزر للمادر ويغزر أحنا وين عايشين يقعد بهت كيفيش أحنا في مدينة عديقة وفي مدينة إسلامية ونعيشوا في هالكوارث هذية خايفين بصراحة احنا على رواحنا وخايفين على صغيراتنا أمطار جاية صغار تلعب أم بليوس فيما حشرات كثرة العقارب خارجة فيمني للفيران فيمني ما لا حاجتين في حالة مرهبة صلحت وخسرت مخسرت وكل شيء يرجع كما كانت الحالة المنلول بكل المتساكنون وأغلبهم من الأسر الفقيرة توجهوا بنداء استغاثة إلى المسؤولين لإيجاد حلول عملية لمشاكلهم تجنبا لحصول كارثة إنسانية خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء نرجع منكم من الصلاة المعنية بالأمر باشترنظرنا بالعين الاعتبار وتحنا علينا عايشين في مدريت عايشين في كئاب صبات كما هيكة معناه في المدينة العتيقة ومسويح تتعدى وتصور وكل شيء وإحنا خايفين معناه لكلها معناه عارل تونس وعارل الناس كل فنحملوا الصلاة المعنية الموجودة في القيروين اللي ما سمعتناش ومارتناش وما تعرفناش وما تفقدتناش اشتركوا في القناة